بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم السلام عليكم مرحبا بكم في قناة مطبخ ليلا يحياوي ان شاء الله الفيديو تلقاكم كامل بخير وقبل ما نبدأ نرحب كامل بالمشتركة جدد ونقول لهم مرحبا بكم في بيتكم وصفتي لنهار اليوم ستكون معجون تال السيزن لهذا الوقت تلقى رصراها بكثرة وراشبة وسعى المعقول كذلك اليوم ارتائت نجيبكم بوصفة معجون القارس لكن ليس معجون مرحي لكن معجون براتش هذا قديم وصفة قديمة كلاسيكية ان شاء الله نشوفها اليوم مع بعض بكل تفاصيلها عندي كيلو تقارس القارس هنا غسلاته ومسحاته هناك الشرطة الوحيد انه لازم يكون من ذاك الخشين اللي تكون جلفتو شوية خشينه هذا هو اللي ينفع باش يكون القارس بيانسيو عنا سكرفاج قبل ما نبدأ نصناع القارس لازم نسكرفجو نحيلو كامل للزست كما راكم تلاحظو نحيلو كامل للزست بيانسيو هذا الزست نقصوه 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 كما راكم تلاحظو نقصوه 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 نحضر في الوصفة نقصوه 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 قريبا نربط ملعق قارس whole بارد نقصوه Passover أغط نقصيه هذه الليلة انضاء المنصر وضع لهم 0.5% كي نتأكد بأن الماء يباتوا كامل جدد في الماء وضع لهم 1 ملاسي وضع لهم 1 ملاسي ويباتوا لي كامل جدد في الماء فلنحن اتنسون التروا في الانيمينيوم من الأفضل الذي يكون في زداج كما هكذا ولا في اواني تاع ازداج هنا الكامل فاته كنت شوفوا اللون اللي تققوا القارس نصفيه اهنا اسباح خليت اكثر من 24 ساعة نرى الظهر نحيته نحيت الحبة القارس التعيمن ما كنت شوفوا المال اللي يخرج من نصفه نرميه بيانس يوم ما نستحقوش ومن جيهة اخرى نريد ديرا كمية علمات اغلي اني حنغلي القارس الحبات القارس التعي بدون نحطهم في الماء ونخليهم يغلو على الاقل 20 دقيقة حتى نصف ساعة حتى تحسوا ولا تشوفوا التوشي بالموس تشوفي باللي القارس تاعك طاب ولا تحرفي باللي سيبو اهنا راكم تلاحظوا بدل اللون تاعو وشوفوا ولا توشيتوا بالموس شتبوا اللي طاب انا نحن ونحطوه في اينا او في طبسي ونخليه يبرد وعلا لازم يبرد مليح باش نبدأ نقدم فيه انا الحقيقه ما خليتوش برد بزاف ابين برد وبدأت نقدم فيه كمية سكر يجب كيلو سكر حضرت كيسان كيلو سكر فوق النار و أجعله على طبيع سأبدأ منه القرص كما أنت أجعلته نستعمل موس منشار من الأفضل لكي لا تخسر القارس نستعمل الموس منشار لكي يسهل العملية نحي الأطراف نقسم الزوج نقسم الزوج موس. نحو ع الدين وكي نحي العلفة وخام العود نقسم مليح من كامل الشوائب لكي نتحصل على معجون والأبراج يكونوا شابين متحوفين وحتى الذوق لا يجيش باب لاباكم الجلفة البيضة هذيك ولهذاك العود والعلف هما اللي يديروه المرورية في المعجون التانا بون بالعقل نقسم كامل تقدري تخليه كاتخو كاخ ارباح ارباح مع انتها الحبه القارس إلا بغيتين البراج توقع ويكونوا شوي اكبر اقسمي الحبه على 4 سينو اقسمتها هنا على 8 سيرو تاعي هنا الهطاب الهذب ويغلي هنا في هذا المرحلة نبدأ نحط في البراج تاع القارس تاعي بالعقل ونخليهم يطيبوا ينسوا نحط كامل الكميه اللي دلتها فيما نعود لكم كيلو تاع قارس يعاوضوا كيلو تاع سكر مع الزوج كيسان تعمى وكلما ضعفتي الكميه الضحفي السكر واذا درتي ارطل قارس ارطل تاع سكر نباوضوا هنا فوق النار نعلوه اللي خلونه النار شوية قاوية ومبادل نقصوله وخلوه يطيب على راحته في هذا الاثناء كي بدأ يغلي نبدأ نجبد بانسيوخ هذا التقنية كامل تعرفوها نحو كامل هذيك الزبدال اللي يطلع من الفوق هذيك الغوال اللي يطلع من الفوق ننحوه كامل غير بالعقل وننحيها كامل حتى نشوف باللي المعجون التاعي ره صافي غير بالعقل ننحي بيك الرغوة وهذا المعجون يقعد لكم من ربوح ساعة 20 دقيقة حتى الـ 25 دقيقة يكون واجده طاب كي تشوفوا باللي المعجون بالدول بيبانه تخونس بارون تعرفوا باللي رهوجد وهنا يبرد نحيته وحطيته في غرافة ابيانسيوخ تعرفوا دائما المعجون يمشي مع الاواني الزجاجية حطيت النص في بلارة ونص كما راكم تشوفوا في في غرفية راكم تشوفوا شوفوا اللون التاعو كي طيب يو اللي ترانسبران ولو قوتو التاعو شبع بزاف وني متأكدة يعجب الناس اللي عشاق الليمون يتقدميهم مع قهيوة وتقدميه ثاني في ديزاسيات صغار هكا كم ديزاسيات وانشالله عجبتكم مو الوصفات عنها اليوم وتليق بيكم وانشالله تجربوها وتردو الاخبار وما بقالي غنقو لكم قبل ما نخليكم ما تنسوش الجيم لو كومنتر و بارتاجي الفيديو وما بقالي غنقو لكم بقوا على خير وعلى فرشة ان شاء الله موسيقى 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 موسيقى